اشتركوا في القناة وقوة دولتها في آخر أيام الأسبوع الحالي هذا المحتوى يأتيكم كالمعتاد من شركة سيم تريدينج نطلع معا على أبرز تقارير المفكرة الاقتصادية تأثيرا لهذا اليوم على الأسواق حيث يصدر في بريطانيا عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية تقريران الأول عن إجمال الناتج المحلي على أساس ربع سنوي والتقرير الثاني على أساس سنوي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة الرابعة والنصف ظهرا لدينا تقرير هام عن طلبيات السلع المعمرة الأساسية وتقرير عن إجمال الناتج المحلي في البلاد أما في كندا وعند الساعة الرابعة والنصف ظهرا أيضا بتوقيت المملكة العربية السعودية ننتظر تقرير عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يختتم هذا اليوم بتقرير أو حدث هام أيضا وهو خطاب كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي الذي يأتيكم عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية بالانتقال إلى القسم التقني من حركة السوق ندرس معا كيف كان سلوك الأزواج خلال اليوم السابق ونبدأ كالمعتاد من زوج الجنير الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي حيث استطاعت الأسواق تسجيل قمة سعرية جديدة بالنسبة لسعر صدف الجنير الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وصلت بالأسعار إلى ما يقارب مستوى الـ 1.43500 وهو من المستويات المتقدمة للغاية التي سجلها الجنير الاسترليني مقابل الدولار خلال السنوات القليلة الماضية بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طبعا بعد أن سجل السوق هذا المستوى تراجع بشكل كبير خلال فترة التداولات الأمريكية وحتى ساعات الأغلاق الأخيرة ووصل إلى مستوى الدعم 1.41139 وكذلك مستوى الـ 1.41471 كل المستويات كانت من مستويات المقاومة الهامة التي دفعت الأسعار للارتفاع من جديد ساعة الصباح الأولى من يوم الجمعة أيضا شهدت إعادة اختبار للحد الأدنى من مستوى الدعم الذي كان مستوى مقاومة هام سابقا عند 123% من مستويات فيبوناتشي الأسبوعية هذا الوصول والاختبار كان فاشلا بالنسبة للهبوط نحو الأسفل وتحركت الأسعار نحو الأعلى بشكل سريع حتى أنها الآن تسجل أيضا تقدمات بالنسبة لأسعار الجنيل الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي من المفترض أن نشاهد أيضا إعادة ارتفاع نحو أيضا اختبار نفس القمة السعرية السابقة التي سجلت يوم الخميس الماضي ولكن يجب الانتباه إلى أن لدينا مجموعة كبيرة من الأخبار والبيانات الاقتصادية الهامة التي سوف تؤثر على حركة الجنيل الاسترليني ومنها بطبيعة الحال خطاب كارني محافظ البنك المركزي في بريطانيا أما بالنسبة لليورو والذي أيضا سجل قمة سعرية جديدة دفعت الأسعار للارتفاع نحو مستوى 125-350 هذا المستوى الذي سجل مع فترة التداولات الأمريكية أيضا عادت الأسعار والأسواق للتحرك بشكل سريع بعد أن سجل هذا المستوى وتراجعت لتسجل ألقاء السعر خلال فترة التداولات الأمريكية وأيضا دفعت الأسعار إلى اختبار المستويات جميعها ومستويات المقاومة والدعم ووصلت إلى ما دون مستوى الواحد فاصل ثلاثة عشرين تسامية واربعة واربعين الوصول كان خلال فترة التداولات الأمريكية يوم أمس إلى أن الأسواق عادت لترتفع بشكل تصيف لتنحصر التداولات ما بين مستوى المقاومة 1.24307 ومستوى الدعم 1.23944 أما في يوم الجمعة ومع الساعة الصباح الأولى طبعا افتتحت الأسواق ما دون هذا المستوى وارتفعت بشكل متتالي نحو الأعلى لتسجل أيضا القمة السعرية لهذا اليوم عند مستوى الواحد فاصل أربعة وعشرين خمسمية واربعين من المتوقع أيضا أن تكون هناك حركة تصحيح للأسعار خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التي سجلت على اليورو لا ننسى أن هناك تصريح وحديث هام للرئيس الأمريكي كان يوم أمس قال أنه يطوق لرؤية الدولار الأمريكي يستعيد قوته وربما تكون هذه إشارة إلى بعض التصرفات من قبل الإدارة الأمريكية أو لجنة السياسة المالية لإعادة ضبط الأسعار وتصحيح حركة الدولار الأمريكي الذي شهد تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية أما بالنسبة للذهب فأيضا سجلت قمة سعرية جديدة يوم أمس مع وصول الأسعار إلى مستوى 1360 دولار للأنصة الذهبية بل تجاوزه بقليل ووصلت الأسعار إلى تقريبا مستوى 1365-1366 دولار تقريبا لكن هذا الوصول كان مؤقت حيث تراجعت الأسعار خلال فترة التدولات الأمريكية بواقع كبير للغاية طبعا بعد أن فشل السوق في تسجيل أو تجاوز القمة السعرية كما نشاهد هنا لم يستطع عند عودة الأسعار نحو الأعلى بعد أن ارتدت من مستوى الدعم عند 1353 دولار للأنصة لم تستطع تجاوز أو تسجيل القمة السعرية وهو تسجيل قمة سعرية جديدة أو تجاوز السابقة التي سجلت في بداية النهار يوم الخميس ما دفع الأسعار للانخفاض بشكل سريع نحو الأعلى متجاوزة عدة مستويات حتى أن وصلت تقريبا نسبة التغير ما يتجاوز 23 إلى 25 دولار أمريكي للأنصة الذهبية الواحدة وخلال تقريبا ساعة من الزمن طبعا الوصول كان بشمعات ذيل طويل عند مستويات 1343 دولار 345 دولار تقريبا للأنصة الذهبية ومستويات مقاومة ما تشكل 50% مستويات في بناتشي الأسبوعية العودة كانت يوم الجمعة نحو الأعلى مع عادة اختبار لمستوى المقاومة عند 100% مستويات في بناتشي الأسبوعية والتي توافق حاجز 1353 دولار للأنصة الذهبية الفشل كان واضح في تجاوز هذا المستوى حتى ساعة سابقة قبل ساعة تقريبا استطعت الأسعار فعليا الارتفاع وإغلاق أول شمعة بشكل طفيف فوق هذا المستوى لكن هذا الوصول لا يمكن اعتباره حقيقي وكسر دائم وثبات فوق الأسعار لأن المستوى أو الرينج السعري لا يزال قليل للغاية ولا يتجاوز نقطة أو نقطتين بالنسبة لأسعار الذهب طبعا إذا ما فشل السوق في تسجيل أو ارتفاع فوق هذا المستوى فنحن مشاهد بطبيعة الحال تصحيحات سعرية خلال هذا اليوم ربما تأخذ الأسواق إلى مستوى 1341 دولار للأنصة الذهبية فعليا كانت هذه نظرة على الأسواق والتحليل التقني لها والتي تعمل مع ساعة الصباح الأولى من تدولات يوم الجمعة نتمنى أن تكون المعلومات المقدمة لكم مفيدة ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة على أمل أن نلقاكم صباح يوم الاثنين المقبل بإذن الله